أعلنت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني عن أطلاق الصفحة الرسمية الخاصة بخطة تطوير مدينة المحرق على الموقع الإلكتروني للوزارة وذلك تزامنا مع أطلاق الدليل الاسترشادي للتعمير في المناطق الأثرية والتراثية نعم في هذا صدد أكدت السيدة دنيا فيصل سرحان الوكيل المساعد للموارد والمعلومات بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني أن إطلاق الصفحة الخاصة بخطة تطوير مدينة المحرق على الموقع الإلكتروني للوزارة يأتي في إطار جهود التعريف بأهداف الخطة ومكوناتها حيث يمكن من خلال زيارة الموقع الإطلاع على الدليل الاسترشادي للتعمير في المناطق الأثرية والتراثية ومتابعة مستجدات سير العمل من خلال الأخبار والمواد الإعلامية التي يوفرها المركز الإعلامي كما توفر الصفحة إجابات للأسئلة المتكررة الخاصة بالخطة